مرحب بحركم من جديد سلسلة رؤية للنشئة بتعتبر واحدة من أهم السلاسل التقافية والترفيهية المهمة اللي أطلقتها وزارة الأوقاف من فترة بسيطة الدينة هذه السلسلة هي تحقق عدد كبير من النجاحات وارتبط بيها الأطفال في كل محافظات مصر السلسلة دي هتشوفوها قريب جدا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين من خلال مجموعة من القصص والحواديث والفعاليات الثقافية اللي محطوطة جوه هذه السلسلة تفاصيل أكتر حنعرفها عن السلسلة دي من خلال الدكتورة هودا حميد مسؤول ملف الأطفال في وزارة الأوقاف أهلا بحركة أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك وليلي بقى بتعمله إيه وإزاي استعدته المعرض الكتاب نوع المطبوعة شكلها بتخاطب مين أهم الموضوعات اللي فيها قديني كده نبز عن سلسلة رؤية أولا سلسلة رؤية لناشئية سلسلة صدرة بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الثقافة من السلف الهيئة العامة للكتاب هي احنا اللقتي كملنا سنة فيها ده العام التاني اللي بنشارك بيها في معرض الكتاب بإصدارات أكتر طبعا والزيادة فيها في إصدارات من عندنا تم ترجمتها لتلات لغات اللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الفرنسية ده ما كانش موجود وقت ما كنا فيه السنة اللي فاتت في المعرض طبعا إصدارات جديدة معنا بنخاطب أي مرحلة عمرية اللي هي من 9 ل 12 سنة فما فوق كمان لأن شوية المنتج الأدبي للمرحلة دي ما بيبقاش موجود قوي على الساحة الثقافية الخاصة بالطفل فيه الصغيرين قوي وفيه الكبار اللي هي مرحلة بين بين دي بتلاقي شوية الإصدارات مش متوفرة بشكل كبير فاحنا بنوفر لهم الإصدارات دي فيه تنوح كبير في الموضوعات المقدمة ما بنقدمش المعلومة بشكل مباشر حتى الكتب العلمية معنا مش بنقدم فيها المعلومة بشكل مباشر الكتب الجديدة في المقدمة في المعرض يمكن شوية خضعت لي مش هنقول رقابة لكن خضعت لي تطقيق كبير جدا لأن جزء منها كان علمي وجزء منها كان ديني بس مش ديني بشكل مباشر كانت بتقضى عليه مراجعة علمية من عمداء عميد كوليت الزراح نعملنا قصص الحيوان في القرآن فاحنا ما كنا محتاجين أستاذ في علم الحيوان يرجع كل المادة العلمية المقدمة ويمقدمة بقالب قصصي قدمنا كتاب أركان الإسلام أركان الإسلام يمكننا لما أقول لها حركة أركان الإسلام وكتاب عادي جدا أنه يصدر ممكن ياخد أسبوع ويبقى موجود في السوق اللي أنا عايز أقول لك أن الكتاب ده أخد معينا أكتر من أربع شهور تجهيز المادة فقط يعني كان صعب جدا في أعداده في أعداده لأن المادة اللي بتقدمها هي أقوة بسيطة بس بسيطة بس لازم تقدم معلومة صحية 100% حتى في شكل الصورة إحنا مقدمين أركان الإسلام بس بقالب قصصي يعني إيه الصلاة هي عماد الدين بقالب بقى في حبكة شديدة جدا تخلي الولاد يبدأ دماغه وتشتغل معنا يعني إيه عماد الدين مش بس لها شهدت أنا لا إلا الله أنا محمد الرسول لا إقام لا إحنا جايبينها في قالب كوميكس كمان مش قصة سردية قالب كوميكس عشان يكذبه أكتر للقرية وده تم ترجمته لثلاث لغات وشغالين دلوقتي على اللغة الروسية واللغة الأسبانية ترجمة لي يقول بقى أن فعاليات أصلا معرض الكتاب ومشاركتنا في معرض الكتاب دي السنة التانية بس الجديد فيها هو مشاركتنا في الفعاليات التصقفية بجناح الطفل إحنا استنالفت كنا متواجدين لكن كنا متواجدين بيوم أو يوم لا إحنا متواجدين بشكل يومي مع الأطفال بيشارك معنا كل كتاب السلسلة بيقدموا الكتاب للأولاد بيشرحوا لهم بيتكلموا معاهم فيه ومش بس كتاب السلسلة فيه متطوعين من مجلات مختلفة معنا ومبدعين من مجالات مختلفة مشاركين في الفعاليات جناح الطفل في معرض الكتاب خلينا أقول كمان أن فعاليات معرض الكتاب هي محور من تلت محاور في عطلة اللي هو برنامج عطلة نصف العام اللي أطلقته وزارة الأوقاف من يوين اللي هو هيتعامل فعاليات تسقفية للولاد المتميزين معنا في البرنامج الصيف اللي احنا أطلقناه من فترة الولاد بقى اللي تميزوا والتزموا معي جوه المسجد وحضروا الفعاليات بتاعتي وكانوا متواجدين عملنا لهم يأدي إيجاد أجازة نصف السنة عملنا المحور الأول اللي هي فعاليات جوه المساجد بنجمع الولاد المتميزين بتعمل لهم فعاليات كبيرة جدا وبيتم تكرمهم عملنا المحور التاني رحلات طرفيهية في أماكن مختلفة بدأناها مبارح بمتحف القوات الجوية روحوا واخترنا الولاد المتميزين ودي كانت أول رحلة وهيبقى فيه كمان رحلات ومن معرض الكتاب يحضروا الفعاليات وهيبقى هيزوروا المعرض كله وهنبقى متواجدين معهم فهو محور لو فعاليات معرض الكتاب من المحور بتاعتنا في برنامج عطلة نصف العام التصقيف للطفل طيب يعني عشان نقدر نقدم واجبة النهاردة الأطفال تستوعيبها بالذات طبعا مع وجود التكنولوجي الرهيب اللي هم عادين قدام الموبايلات 24 ساعة بيتفرجوا على حاجات الكواليتي بتاعتها حلوة قوي أنا شخصيا بعتقد أن الحاجات دي فيها فكر بينافي فكرنا يعني كعرب كمصريين فعشان أقدر أقدم الوجبات دي لازم يكون فيه تعاون ما بين مؤسسات مختلفة هل التعاون ده قائم؟ هل أنتو عندكو حاجة زي دي موجودة دلوقتي هل بتفكروا وتعملوها؟ أنا لسه كنت أقول لك أن أصلا البرنامج التصقيفي بشكل عام أو الفعاليات اللي احنا بنعملها فيه تكامل مؤسسي كبير جداً أنا دايماً بقول أنه هو نموذج لتكامل المؤسسات الحكومية المصرية أو المؤسسات في الدولة المصرية ليه؟ أنت لما بيجي أعمل رحلات بتاعتي فيه تعاون بيني وبين وزارة الأسرار لأنها فعلاً لما بتعرف أن أولاد متميزين في المسجد تعمل رحلات مجانية وزارة الثقافة وقت ما بنيجي نعمل فعاليات غير السلسلة بيتعاون معي كل كتاب الطفل بيدخولوا للمسجد لأول مرة وده تعاون بيتم بيني وبين وزارة الثقافة عايزة أقولك أن فيه من وزارة التربية والتعليم جوم شارك وفي الفعاليات جوه المساجد موضوع التكنولوجيا وإنتي إزاي هتنفسيها وإزاي إصداراتنا هتقدر تكذب للطفل أنت فيه جزء من الأطفال عندك هو مش مطلع على الكتاب المطبوع فإحنا وفرنا له الكتاب هي نسخ متوفرة على الصفحات بتاعتنا وفرنا له مكتبة إلكترونية تطلع على الكتب دوي فيها عملنا كمان لهي فيديوهات علم طفلك دي فيديوهات كارتون للولادة الصغيرين شوية ممكن مش قولت جودتها كبيرة قوي بس لا هي جاذبة في محتواها للطفل وفعلا في أولئة أمور كتير كانوا ببعتولنا يسألوا على الجديد فيها لأنها كانت بتجاوب على بعض الأسئلة الوجودين اللي هما بيبقى صعب يجاوبوها في البيت زي إزاي ربنا بيسمع إزاي موجود طب هو إزاي ربنا شايتني تبقى سالة بصراحة سخيفة جدا والأففال والكبار أصدي وانت مش عارفة تجاوبها بالصحة بالضبط كده فانت جاوبتها له بفيديو كارتون فيديو كارتون ومش مقدماله المعلومة بشكل مباشر لا هو جايله في حكاية فهم منها يعني إيه ربنا سمعني وربنا بيسمع إزاي وربنا شايفني إزاي وربنا موجود حوالايا فاحنا وفرنا ده هو يعني يمكن جزء من الشغل يسمي في المؤسسة الثانية إلقاء الدوق على ده احنا بنحاول نوصل للناس كلها النقطة دي دكتور مهمة جدا 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 إنه الناس تبقى بس عارفاها عن سلسلة رؤية للناس إنه بيجاوبوا على سئلة يمكن حضراتكم ممكن كلنا على فكرة ممكن بيبقاش عندنا لا الإجابة الصح ولا الطريقة اللي قادر أوصل بيها للطفل إزاي يعرف هو ربنا فين الأسئلة اللي إحنا سألناها ربنا فين ربنا بيسمع ولا لأ فإن تحكوها في قصص ده مهم جدا يعني وهي أنا حابة كبيرا أطمن الناس أنا دايما وأنا كأم أطمن الناس على يمكن سلسلة رؤية للناشئة تحديدا صدورها من وزارة الأبقاف الصائل المصرية ومن وزارة الثقافة تعاون معا ده عايز أقولك إن أنا فيه تطقيق شديد جدا في كل المعلومات اللي بتقدم للولاد فجيب الكتاب وهي متطمنة ابنها أو بنتها بيقرأي غير الفعاليات موجودة جوه المعرض يعني هو جاب الكتاب عايز الكاتب نفسه يبقى قدامه بيكلمه عن الكتاب أنا كتير وقت ما بييجي معنا مثلا الكاتب أو الكاتبة يعمله النشاط فهو بيعمل إهداء للولد على الكتاب بتاعه واحنا بنقدمه من الولاد الموجودين فرحة الولاد بيحستني بينا أنا بقول لهم أنا وأنا صغيرة لو جي الكاتب قديم اللي كاتب الكتاب إديني الكتاب وعملي إهداء أنا أحط الكتاب جنبي مش هنام فدي كمان بتخلي الولاد يبقى حريص إنه هو يقرأ الكتاب بشكل أكبر كمان من ضمن إصدارات كلكم عاملين يعني كتاب بطريقة برايل للمكفوفين أعتقد دي تجربة تستحقل يعني الدراسة عملنا ثلاث إصدارات وبدأنا بكتاب فيهم اسمه حروب وهمية كتاب حروب وهمية من الكتب اللي بتناقش هي أنا هقولك المصطلح ومش مكتوب طبعا في الكتاب الاستقطاب الإلكتروني لأن الولاد زي ما قلنا إنه هم بتعرضوا الوسائل التكنولوجيا الحديثة تقريبا 24 ساعة فبيتعرضوا للكلام مع ناس ما يعرفوهمش سواء في غرف الدردشة أو في الألعاب أو في أي حاجة فإحنا كنا عايزين نقدم لهم نصايح ونصيحة المباشرة هو مش هيقبالها منك فمن خلال قصة عرفنا تتكلم مع مين تتكلم ازاي تعرف اللي بيكلمك ده ازاي هل تعرف والدك ووالدتك لي وإمتى تقلق الكلام ده كله من خلال قصة هو بيعيش معها مع البطل من أولها لأخيرها ده أول كتاب ترجمناه لغة برايل اتسألنا وقتها هو أنتم ترجمين الكتاب للغة برايللي أنا عايزة أقول لك إن إحنا عرفنا أو الدراسات كلها بتقول إن أكتر وسيلة بيستخدمها أو فاقد البصر هو وسائل التكنولوجيا الحديثة بيستخدمها بشكل كبير جدا وعرضة للاستقطاب طيب هل هو هيستخدموه مثلا في إيه زي ما هو تأثر فكريا هيأثر عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة فكريا فكان لازم يعرف زي الطفل العادي ما هو دي أكتر وسيلة بيستخدمها كمان ترجمنا بلغة برايل كتاب اسمه الخفز فوق الصعاب دول بيكلم عن زاوي الهمم اللي أسطره في البشرية منهم أديسون منهم شخصيات كتير أو في الكتاب وبعدين الكتاب بتاع الخفز فوق الصعاب أنا كنت دايما أقول لهم هو مش لزاوي الهمم على فكرة هو ولينا كلنا إن زاوي الهمم قد ولينا كلنا زاوي الهمم فيه فيهم أسطره في البشرية أنت بقى هتعمل إيه الطفل العادي هو أديسون كان من زاوي الهمم آه كانش بيسمع لا أما كان أو ما كانش بيسمع أهام أديسون وكمان مين كان بيعزف بيعزف برضو كان ما بيسمع بخ تعريبا لا ما كانش بيسمع كان حد فيهم بيعزف مشهور أوي كان بس اسمه مش خدر داما ضمن الشخصيات الموجودة لا في شخصيات كتير أنا فجأت بيها إن هما من زاوي الهمم جوها الكتاب برغم إنهم أسطروا عملوا تأثير كبير في البشرية مش في مجتمعهم بس بتهوبن 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 أيوة ده كويس ده ما كانش بيسمع وده من الناس اللي موجودة في الكتاب فهو كان نمازج بتتقدم للطفل العادي وده أهم والطفل الزاوي الهمم إن انت حافظ ليك كم الودي فيه نمازج منكم هما أسطروا في البشرية بشكل عام حليكو تسير كلمي إنه بعض الكتب بتترجم لبعض اللغات وكلمنا من ضمن اللغات دي الأسباني والروسي دي اللي نشغالين في هاللوقتي في أركان الإسلام تحديدا حلوة قوي قوي إن إحنا نوصل لأكبر عدد من يمكن المسلمين كمان اللي عايزين يعرفوا عن الدين أكتر في دول تاريخ للجاليات وفيه حاجة بديل لأنه كان فيها اعتراضات هو أنتوا ليه بتترجموا الكتب إحنا عايزين الولاد يقروا عربي ما هتخلهم عايزينهم يقروا عربي بس إحنا شئ إنه أم أبينا هو فيه جيل طالع فعلا مش بيعرف يعني في اطلاعه هو يقول لك قدميلي إصدار بلغة بتاعتي اللي أنا درستها فأنتي مش هتقولي لا مش هجبلك إصدار لأن أنت لازم تقرأ عربي هو هيقرأ عربي بس أنا فيه أوقات عايزة أقدم له حاجة متراجعة علمي ومدققة يقراها فإحنا وفرنا كبير لا إحنا نتمنى أن المصريين المقيمين في مصر يقروا عربي اللي بره يقروا بلغته معادي طيب الخطوة دي أخدتوها إزاي إصدارات رؤية للناشئ أو الفعاليات التصريف الترجمة لا الترجمة دي بدعناها دي كانت فكرة معالي وزير الأوقاف لأنه هنا فيه إصدارات مترجمة بتصور عن المجلس العالم للشؤون الإسلامية تقريبا من ترجم لأكتر من 17 لغة فإحنا شغالين في خط الترجمة فليه ما نشتغلش الرؤية للناشئ ليه الجاليات العربية في الخارج وديكت الفكرة الأولى لأنه إحنا كتبنا لإنها موجودة إصدارات رؤية للناشئ فيه معرض موجود بالخارج فليه ما نوفرهاش بلغة تانية من هنا جات فكرة الترجمة لما باجي أعمل مشروع وأعتقل ده مشروع أطبعا ببص للكمباتاتور دي قاعدة في البنزنس ببص للمنافسين مين هم أبرز المنافسين بتوعي في مجال الطفل في مجال الكتابة للطفل بالطريقة اللي أنت بتعمليه والله أنا شايف أن كل الجهاد دلوقتي شغالة شغل كبير قوي أنا مش هنقول هو تنافس محمود يعني كلنا شغالين على يعني أنا كل إصدارات الطفل تقريبا اللي بشوفها دلوقتي متقدمة بشكل كويس جدا وكأنه هو توجه واحد في الدولة يتوجه الاهتمام بالطفل وتلمية وعي الطفل فتلاقي الجميع شغال بنفس الإطار أنا ما بفكرش في المنافس على قد ما بفكر هو المنتج لما وصله للطفل ويقرأه إيه الشكل الأنسب لي آه بطلع طبعا على الحاجات التانية عشان أشوف أحدث حاجة موجودة إنما بقى تركيزي أكتر وأعتقد ده تفكير الجهات كلها وإلا ما كانش يبقى فيه تكامل في الشغل بالشكل اللي أنا شايفة ما فيش جهة بتتأخر سواء وزارة الثقافة ووزارتنا فيش وزارة بتتأخر عن التانية في التعاون لتحقيق رؤية واحدة يعني الرؤية واحدة فالشغل الحمد لله طالع من كل الجهات بشكل محمود وشكل مقبول والحمد لله نحرك تشوف الإصدارات في المعرض على كل حال معرض الكتاب فاتح أبوابه من يناير 24 لغاية فبراير 6 فبراير خلونا ناخد أولادنا نروح يمكن الأجازة جاية فرصة أحسن أنهم يعودوا يقروا أكتر لو حابين أنهم يسيبوا موبايلاتهم ويعودوا شوية حاجة تنفع في المستقبل رؤية للناش سلسلة كل المؤسسات في الحقيقة رجعت عليها بنكلب وزارة الثقافة وزارة الأوقاف ما فيش أحسن من كده وجبة دسمة لأولادكم تدوها عشان يعرفوا عن أركان الإسلام إيه هي ويعرفوا عن دينهم أكتر بمعلومة بسيطة وبسطة تناسب سنهم نورتنا النهاردة الدكتورة هدى حميد مسؤول ملف الأطفال في وزارة الأوقاف كلمتنا أكتر عن سلسلة رؤية للناش اللي موجودة في معرض الكتاب كل شكرا لك يا فندم على وجودك معنا شكرا 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 لك يا فندم شكرا لك sacarك